النهاردة الحقيقة احنا معانا مجموعة من الاحصائيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اكتر خمسين دولة في العالم مصنفة ان فيها اكتر نسب انتحار في العالم خمسين دولة الحقيقة ما كانش فيهم من ضمن الخمسين دول ولا دولة عربية ولا دولة اسلامية ولا مصر طبعا مش في القصة خالص بعيد جدا جدا في بينهم معظم الدول معظمها يعني دول اوروبا الغنية يعني لو شفنا هنلاقي مثلا هنلاقي سويد هنلاقي سويسرا هنلاقي الدنمارك والحقيقة اللافت للنظر انه من ضمن اول عشر دول موجودة هي اليابان اليابان موجودة نمرة تسعة اللي هو الناس دي يعني اللي بنسميهم كوكب اليابان الشقيق وبنبصرهم على اساس ان هما انجح ناس في العالم وانجح ناس في التاريخ واكتر ناس شطرين في الدنيا هما فيهم اكتر ناس بتنتحر لقينا كمان انه انجلترا زاد فيها معدل الانتحار بشكل ملخوظ السنادي بيقولك انه افاد تقرير لجنة صحية بريطانية بان معدل اقدام الاشخاص على الانتحار في انجلترا سجل زيادة على نحو غير متوقع وغير معروف السبب وارتفع معدل الانتحار في انجلترا وويلز وسكوتلندا بعد سنوات من الانخفاض فيما يقول الباحثون انهم لا يستطيعون تفسير هذا لارتفاع المفاجئ ووفقا لمكتب الاحصاءات الوطنية البريطانية تم تسجيل 6507 حالة انتحار في المملكة المتحدة العام الحالي اي اكتر من 686 حالة وفاة مقرنة بالعام الماضي وبزيادة تقريبية بنحو 11 فلبي طيب اللي احنا نقدر نلاحظه ان يعني معظم الدول الموجودة خلاص احنا كده الاحصائيات تمام ان معظم الدول الموجودة معظمها غنية يعني هي دول مش بتعاني من الفقر ما شفتش الصمار مثلا ما شفتش اي دولة عندها مشاكل يعني في الفقر